السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم يا شباب النهاردة هنتكلم عن او كاشف الدخان وهو أكتر نوع من الديتكتورز المستخدم معنا في نظام انظار الحريب في عندي من السموك ديتكتور في نوعين في النوع الأول اسمه ايونايزد سموك ديتكتور والنوع الثاني اللي هو او بيسموه فوتوالكتريك تمام ديتكتور يبقى أنا عندي الايونايزد وفي عندي الابتكال زي ما احنا شايفين كده في الصورة ده شكل الايونايزد الايونايزد سموك ديتكتور ده شكل الايونايزد سموك ديتكتور فده الايونايزد سموك ديتكتور هو عبارة عن نوع كان قديم كان فكرة عمله بتقوم على الاحساس بتأيين الهواء تمام في وقت حدوث الحريق يبقى الايونايزد بتيجي جاي من كلمة تأيين فبيحصل تأيين للهواء في حالة حدوث الحريق وبالتالي بتتأثر الجزيئات الغير المرئية المتطيرة من الحريق وبتأثر على هذا الديتكتور ويبدأ يدي اشارات للوحة التحكم بان في عندي حريق النوع ده استجابته للحريق بتكون سريعة جدا لان بيحصل تأيين للهواء في وقت سريع جدا كان المستخدم هذا النوع اللي هو الخاص بالتأيين بس هم اكتشفوا انه هو هارمفول راديشن بيطلع هارمفول يعني اشعاعات ضارة نتيجة حدوث موضوع التأيين وتقريبا وقف انتاج النوع اللي اسمه النوع التاني وهو ده الاكثر انتشارا تمام وهو الاوبتيكال الاوبتيكال سموك ديتيكتور ده شكله منتشر جدا عندنا شباب في الشغل بتاع الفاير ألارم ده شكل الاوبتيكال سموك ديتيكتور تمام فكرته طبعا بتقوم على ان الدخان بيقطع شعة غير مرئية اللي هي اشعة الاي ار تمام اللي بيتم توليدها بين ترانزميستر وريسيفر اوكتيكال عبارة عن مصدر اشعة وهنا بيبقى فيه ريسيفر اللي هو مستقبل للاشعة داخل هذا الحساس او هذا الديتيكتور تمام بيحصل عملية قطع للاشعة يعني هنا عندي لايت سورس تمام انفراريد اي ار بيطلع اشعة زي ما احنا شايفين الاشعة دي بتطلع من الجزء ده اللي هو اعتبر الترانزميتر بتروح للايت سينسيتف ديفايس اللي هو يعتبر الرسيفر يعني انا اقدر اقول ان هنا ده الترانزميتر وده الرسيفر لما بيحصل دخان او بيحصل سموك تمام السموك نفسه بيبدأ يقطع الاشعة دي ويبدأ يدي عملية انظار وبالتالي ده النوع اللي احنا بنستخدمه كتير جدا حاليا اللي هو الاوبتيكال سموك ديتيكتور النوع ده طبعا سرعته مش زي النوع الاولاني اللي هو بتاع التأيون تمام وبالتالي لازم يوصل الحريق لدرجة معينة تمام ان هو يطلع دخان يقدر يحس به هذا الكاشف يعني النوع الاول اللي هو الايونيزد كان سريع تمام استجابته سريع جدا للدخان النوع التاني لازم يطلع كمية دخان كبيرة شوية وتقطع الاشعة اللي هي الاي ار بين الترانزميتر والرسيفر وبعد كده يبدأ يحس بالحريقة او بالدخان اللي موجود طبعا اماكن الاستخدام الاماكن اللي الحريق فيها ما بيكونش سريع ما فيش مواد بتساعد على الاشتعال يعني هنا بيستخدم فيه الاماكن اللي ما بيكونش فيها مواد بتساعد على الاشتعال طبعا ده ممنوع الاستخدام فيه الاماكن اللي بيكون فيها دخان اصلا يعني عندنا المطابخ فيها دخان فما ينفعش استخدم حساس دخان في مكان طبيعته اصلا فيه دخان زي المطابخ أو أماكن بيكون فيها بخار زي الحمامات الحمام بيكون فيه عندي بخار كتير جدا فما مفعش استخدم الـ Smoke Detector في المطابخ أو الحمامات أو فيه بعض الأماكن اللي بيكون فيها تراب متطائر أو زرات غبار متطائرة زي الجاراجات ما قدرش استخدم فيه الجاراج سموك ديكتور فأنا عندي حاجات ممنوع فيها استخدام الـ Smoke زي المطابخ والحمامات والجاراجات مهم جدا لازم يكون عارف المعلومة دي ممنوع ان يكون قريب من الاماكن تمام من ابواب الاماكن لازم يكون ابعد من الابواب تقريبا بواحد متر تمام يكون المسافة بينه وبين باب المصعد باب اي مكان يكون اكبر من متر ازاي بعمل عملية التوزيع وده مهم جدا ازاي بوزع حساسات تمام اول حاجة لازم بنصح بها اي مهندس لازم تشوف الداتا شيت يعني انت بتجيب السموك ديتكتور من شركة لازم تبص على الداتا شيت الخاصة بهذا السموك ديتكتور عشان تبدأ تعرف عملية التصميم والتوزيع لهذه الحساسات تمام يبقى قبل تحديد النوع او الخامات اللي انا هتعامل معاها ببقى عارف ان السموك ديتكتور غالبا بيديني 7.5 متر ريديل تمام اللي هو نصف قطر يعني انا بمشي كده مفروض 7.5 متر تمام بمشي كده 7.5 متر يعني المفروض لو في عندي اتنين سموك ديتكتور تمام بيدوني 15 متر بس احنا هنبدأ دلوقتي نشوف ان انا بحط الحساسات دي بقى بين حساس والتاني تقريبا 10 متر في اماكن بيسموها اماكن عمياء غير مكشوفة اللي هي بتبقى بين الديتكتورز وبالتالي هو هيقدر يوزع بقى الديتكتورز المسافات هتبقى بعيدة 7 ونص فهنقول والله ريديل بيبقى خمسة متر بين او الريديل او التغذية بتاعت كل حساس طبعا هنا لو حصل ان انا حطيت اربع حساسات بيحصل الجزئية دي بنسميها الجزء الخاص بالوفرلاب تمام الحساسات دي هيحصل عندها او بنسميها مناطق تداخل في منطقة كشف الدخان وبالتالي في الخلاصة انا اقدر عشان موضوع اماكن الوفرلاب كل حساس دخان هيغطي مسافة منتظمة تقريبا 100 متر مربع يبقى المسافة بين كل اتنين تقريبا هتكون لا تزيد عن 10 متر يعني بين حساس وبين التاني كل واحد هيغطي 5 متر وبالتالي هيكون عندي المسافة بين اتنين ديتكتورز 10 متر ده لو انا بوزع توزيع منتظم في الكورنرز الاطراف مهم جدا المسافة بين الحساس والكورنر لا تزيد عن 7.5 متر يعني انا عندي الحساسة تمام بينه وبين الكورنر لان انا لو خليته كده تمام لو بينه وبين المنطقة دي او المنطقة دي كده 7.5 متر يبقى فيه جزئية هنا منطقة غير مغطاة او غير يعني لو حصل فيها حريق مش هيقدر يحس بيها هذا الديتكتور فانا عشان امشي لازم بيني وبين الكورنر ده الكورنر بتاع الجدار لازم يكون المسافة دي 7.5 7.5 متر تمام من ناحية الولز او الجدران المسافة بين الحساس والحائط ما بتزيدش عن 5 متر وبالتالي انا اقدر بين المسافة بين الحساس والحائط ما بتزيدش المسافة عن 5 متر فبالتالي يبقى المسافة بين الحساس نفسه والجدار 5 ما يكونش عندي مثلا مسافة بين الحساس الحساس والجدار 7.5 متر وبالتالي هيحصل عندي في 2.5 متر هنا هيبقى منطقة غير مكشوفة تمام وبالتالي مهم جدا موضوع توزيع الحساسات في الممرات طبعا هعمل عملية الممرات بتكون لو الممرات اقل من 2 متر مش لازم هنا هتقل المسافة ممكن تخلي المسافة بين الحساس والجدار احنا قلنا 5 و 5 يعني 10 بس هنا ممكن اخليها 7.5 كاملة ودي هنا 7.5 من الحساس التاني يعني بين الحساس والتاني 15 متر ده لو كان عرض الممر اقل من 2 متر يبقى في الممرات الاقل من 2 متر هخلي بين حساس وحساس 15 متر والكلام ده زي ما قلنا اي حاجة بتجيلك لازم ترجع لكتالوجات الشركة اللي انت بتركب منها الحساسات وتبدأ تشتغل زي مثلا في عندي الكاب 320 من ايتون كوبر بدور على التكنيكال سبيسيفيكيشن او التكنيكال داتا الخاصة بهذا الحساس طبعا هنا اهو بيديني الكود وبيديني كاب 320 الدسكريبشن ده اوبتيكال سموك ديتكتور يا شباب يبقى هنا احنا بنعمل وصف لهذا الحساس اوبتيكال سموك ديتكتور يبقى نوعه اوبتيكال سموك ديتكتور الستاندرد بتاعه AN54 BT7 200 زائد A1 ده المفروض الستاندرد اللي هو بيشتغل بيها الابريتنج دي حتة مهمة جدا ده بيشتغل على 18 فولت دي سي الى 30 فولت دي سي يبقى مهم جدا التشغيل بتاعي الابريتنج جهد التشغيل جهد التشغيل في هذا الحساس من 18 الى 30 فولت دي سي الستاندرد الماكسيمم بتاعه والحتة دي مهمة جدا 200 مايكرو أمبير ده الماكسيمم يعني اعلى تيار لهذا الحساس 220 مايكرو أمبير 220 مايكرو أمبير الالارم بيحصل عند 5 ميلي أمبير 5 ميلي أمبير ده ماكسيمم مهم جدا هل العنوان ده بيتم عنوانته اوتوماتيكلي فده بيبقى اوتو ادريسنج بعد كده في عندي طبعا ده التكنيكال داتا والسبسيفيكيشن الخاصة الماونتنج بتاعي الماونتنج بوزيشن ده بيركب سيلينج in open areas ده بيتوصل في السيلينج في السقف أو ممكن يكون بيركب على السيرفيس أو الجدار أو السطح وزكاب 300 100 بيز طبعا ده بيركب له بيز اللي هي القاعدة بتاعت الحساس نفسه بتركب على السيرفيس دايريكت على السطح مباشرة دي مهمة جدا وهي ده اللي احنا عايزينها تمام 100 ملي متر تربيع تمام يبقى حسب ان هو بيغطي 100 متر تربيع اللي هو المفروض 10 متر في 10 متر انت لو مشيت كده اهو 5 في 5 هادي لك 10 خمسة بالتالي انت بتغطي 100 متر مربع ده بيبقى مكتوب دايريكت هنا في الـ 100 متر مربع ودي معلومة مهمة جدا هنا 1.5 ملي متر تمام ده الكابل اللي هيركب على او اللي هيركب يغزي الديتكتور بيبقى كابل 1.5 ملي متر سكوير تمام تو كور تمام بيبقى معمول عبارة عن لوب احنا عارفين طبعا اللوبينج الخاص بالفاير الارب هنا الـ هيت كلاس تمام طبعا الـ ريت أوف رايز و الفيكسد هيت 77 كلام ده كله في السموك ديتيكتور في الهيت ديتيكتور اللي هو الريت أوف رايز نسبة الارتفاع بتاعت درجة فكسد هيت برضو عند 90 الالارم تمبريتشور ستاتيك تمام في هنا الـ اير والبي اس والسي اس والانديكيشن عن 38 طبعا ده الجزء ده بيبقى خاص بالهيت ديتيكتور الانفايرون منتل الحاجات البيئية اللي هي الابريتنج تمبريتشور بيشتغل من سالب 10 درجة سيليزيس لحد موجة 60 درجة سيليزيس اللي هي هوميديتي اللي هي الرطوبة من 0 إلى حد 95 في المية هوميديتي الفيزيكال اللي هو الكونستركشن نفسه الخاص بالحساس والكالر ريل نمبر كذا ده لون الحساس نفسه لونه ابيض درجة اللون 9003 الديمينشنز تمام اللي هي الابعاد الدامتر بتاعه تقريبا 10 سمط اللي هي 101 ملي متر فيه 33 اللي هو الديبس او 104 فيه 45 تمام اللي هو الخاص بالبيز او القعدة بتاعته الوزن بتاعه تقريبا 76 جرام الـ IP البروتكشن اللي هو 30 طبعا هنا من الاول بنتكلم عن سموك ديتكتور من شركة ايتون كابر رقم الديتكتور ده كاب 320 وزي ما شوفنا دي الـ الـ الخاصة بيشتغل عند جهد من 18 لحد 30 بولت DC بيغطي 100 متر مربع بيغطي 100 متر مربع ده دي حتة مهمة جدا والسلك اللي هيدخله 1.5 ملي على الاقل تمام في شكل اللوب بتاعتي ومديني كمان درجة الحرارة من سالب 10 لحد موجب 60 درجة سيليزيس والرطوبة بتاعته من 0 لحد 95 اللي هي ومديتي وبالتالي زي ما قلنا كده في اول فيديو مهم جدا في نعرف الانواع احنا قلنا الايونيزيت سموك ديتكتور خلاص تمام لا ينتج تقريبا كل الديتكتور زي اللي احنا بنستخدمها حاليا اللي هي الاوبتيكال الاوبتيكال سموك ديتكتور هي عبارة عن ترانزميتر ورسيفر وقلنا ان هو لا يستخدم في المطابق لا يستخدم في الحمامات لا يستخدم في الجارجات لو هتكون عند ابواب لازم تبقى المسافة بينه بين الباب اكبر من متر مهم جدا عشان اعمل عملية توزيع لازم استخدم الداتاشيت الخاصة بكل شركة المفروض نصف قطريا سموك ديتكتور بيغطي سبعة ونص اما احنا بنحط بين الديتكتور كأنه بيغطي خمسة متر يبقى انا لو حطيت هنا يبقى ده يغطي خمسة كده وخمسة كده كأن دي عشرة خمسة كده ودي خمسة كده انا عشرة يبقى ان انا بيغطي مربعة اللي هي عشرة في عشرة بميت ميت متر تربيع غالبا هتلاقي معظم الشركات بتقولك ان الاسموك ديتكتور بيغطي ميت متر تربيع وقالك في التوزيع تاخد بالك من الكورنرز لازم تبقى لو انت تشتغل على سبعة ونص يبقى اخر السبعة ونص هما اللي عند الكورنر ولو استخدم الجدار او الوولز تمام لازم تحط في طباغك ان المسافة بتكون تقريبا بين الديتكتور والجدار خمسة متر فده مهم جدا لو هتستخدم كوليدور اللي هي الطرقة لو الطرقة عرضها تقريبا اتنين متر او اقل من اتنين متر يبقى انت ممكن تحط بين حساس والتاني اللي هي سبعة ونص وسبعة ونص تطلع خمستاشر متر بين كل حساسين في الكوليدور مهم جدا ترجع تقرأ التشيط الخاصة بالديتكتور او السموك ديكتور اللي احنا بيشتغل عليه من الكاتالوجيات الخاصة بالشركة اللي انت بتتعامل معها واشوفكم في فيديوهات تانية خاصة بانزار الحريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته